أهلا بحضراتكم من جديد في أمريكا تعاطي المخدرات الأفيونية يعد حالة طوارئ صحية وطنية بالفعل يا باسل البيت الأبيض ذكر أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الدوليين على وقف تدفق المواد الأفيونية ترامب قدم تفاصيل خطاته في خطاب في مانشستر في نيوهامشير الولاية التي تضربها بقوة هذه الآفة التي تشكل أزمة حقيقية للصحة العامة في الولايات المتحدة وتعتبر من القضايا التي تجعلها أو جعلها ترامب أولوية في رئاسته وينضم إلينا مشاهدين من واشنطن السيد راي لوكر مراسل USA Today أهلا وسهلا بك معنا بداية ما الخطوط العريضة لخطة مكافحة المخدرات التي كشف عن بعض ملامحها البيت الأبيض لقد جاء هذا في خطاب اليوم بعد الظهر الرئيس خرج من إحاطات وسوف يؤكد على المجالات الخاصة بتنفيذ القانون وعقوبات أشد وملاحقة المهربين بما في ذلك خطة تدعو إلى عقوبة الإعدام لبعض الناس المدانين وهذا ربما لن يتم اعتماده في أي تشريع في الكونغرس ولكن السؤال الآن هل التشدد في العقوبات ضد المهربين وحده يشكل بالفعل الحل؟ أعظم الخبراء في مجال المخدرات لا يعتقدون أن هذا حلا كنت أنظر على العديد من التعليقات من أعضاء الكونغرس قالوا أن هذا ليس الحل ومعظم الخبراء يعتقدون أن هذه أزمة صحة عامة وبالنسبة للناس في البلاد الذين يعانون من الإدمان هؤلاء الناس لم يبدأوا كمجرمين وإنما يحصلون على المخدرات من مصادر عديدة ولأسباب عديدة طيب لكن فكرة اللجوء إلى عقوبة الإعدام ضد بعض المهربين لا تلقى إجماع الطبقة السياسية الأمريكية ليس كذلك؟ لا لا تحظى بهذا الدعم هذا شيء ربما لن يشمل في أي نسخة نهائية من القانون الرئيس تحدث عن هذا عند سماعه عن بعض الدول مثل الفلبين التي تطبق هذه العقوبة ولكن هذه العقوبة صارمة جدا أكثر من أي شيء اتبعناه في الولايات المتحدة طيب سيد ري يعني تعاطي المخدرات الذي يشكل أزمة حقيقية للصحة العامة في الولايات المتحدة وهي من القضايا التي بالفعل جعلها ترامب أولوية في رئاساته هل هناك توافق بين الكونغرس والبيت الأبيض حول أولويات هذه المكافحة؟ لا لا أعتقد أن هناك توافق أعتقد أن الرئيس تحدث كثيرا عما يريد أن يفعله ولكن عندما تعلق الأمر لأمور محددة لم يكن هناك الكثير من الفعل أو تخصيص الأموال لهذا جعل الكثير من الناس غير سعداء والرئيس لم يواجه الموضوع كما ينبغي يعني في الولايات المتحدة سجلت وفاة 64 ألف شخص بجرعات زائدة أغلبهم من مشتقات الأفيون والهيروين في 2016 ودي الفئة من المخدرات تشمل الأدوية المسكنة كذلك التي تبع بوصفة طبية مثل الأكسي كونتين والفنتانيل والهيروين الممزوج بمواد صناعية البعض يطالب بتعزيز المبادرات الصحية العامة ما هو تعليقك؟ أنا لست بخبير في الصحة العامة ولكن الناس الذين تحدثنا إليهم يعتقدون أنه يجب التركيز على العلاج الكثير من الناس المدمنين عانوا من إصابات ربما إصابة في الظهر أو الرجل ووصفت لهم أدوية مسكنة للألم وحاولوا أن يجدوا بديل لها عندما انتهت هم لا يفعلون هذا للمتعة وإنما لعلاج الألم لسوء الحظ الآن يتحولون إلى مخدرات مثل فانتونيل هم لا يعرفون أنهم يتعاطونها وهي عبارة عن مخدرات صناعية وفتاكة وهذا يؤدي إلى حد كبير إلى زيادة في الوفيات التي نراها هل تعتقد أنه في هذه النقطة بتحديد هناك خلل ربما في التوعية؟ أعتقد أن هذه المشكلة تحدث في أماكن بعيدة تقريبا هي عبارة عن وباء منسي هي لا تحدث في المناطق الحضارية وإنما في مناطق ريفية وأماكن بعيدة عن المعرفة العامة في حالات كثيرة في أماكن مثل فيرجينيا الغربية أو كينتاكي الريفية تحدث هذه الحالات نعرف أنها تحدث هناك ولكن لا نراها بشكل يومي شكراً جزيلاً من واشنطن السيد ري لوكر مراسل USA Today شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك